موسيقى موسيقى كيف نشوف شغلات صغيرة اللي محاول ندمجها لان شان ما بدال معنا متلخط لانه بدل نضرب عملية صفر بمكينة ما تحت الصفر مكينة الجلد راح ياطي جمالية اكتر هلا راح نشتغل على الاطراف اكيد انت عم تسأل حالك اذا عندي مكنات امريكية انا فيني يكون الحلاق شاطر وفيني يطور حالي بسرعة وانا اليوم عملتلك فيديو بمكينة دينجلنج الصينية لحتى تعتمد على حالك وما تفكر هذا التفكير ولا تقول دائما المكنات الامريكية هي اللي بتصنع الحلاق هذا الشي مرفوض وانت لازم تعتمد على حالك ولازم تصنع طريقة لو شو ما كانت المكينة لازم تعتمد على حالك خلونا نبلش حلقتنا لليوم اذا انت عم تشوف هذا الفيديو لأول مرة فيك تشترك بقناتنا وتفعل ميزة الجرس لحتى يوصلك جميع الاشعارات من عنا خلونا نبلش يلا اول شي بنجيب مكينة واهل طبع التحديد رح نفتح خط تقريبا من هون من هاي شايف هاي نصف دائرة اللي هون رح نفتح من هون رح نبلش من هون رح يكون بمسافة تقريبا اصبع مع فوق الادن وننزل فيه نصف دائري كمان من الخلف بنحاول ما نشد ايدنا كتير على المكينة هاي هذا الشكل كمان من ورا نصف دائرة هلا بعد ما حددنا هذا الخط رح نحاول نشيل هذا الشعر اللي تحت هون بهذا الشكل كمان من ورا نفس الشتي هلا بنجيب مكينة دينجلينج الصينية اللي هي هاي اكيد الكل بيعرفها طبعا هذا ثاني فيديو بهاي المكينة رح نحاول نقدم راس المكينة لقدام اخر شي يعني بيكون اخر شي مولا ورا لقدام هيك وراح نحاول نطلع الخط هون تقريبا بحدود اصبح طبعا هذا اهم خط بالتدريج حضور هذا الفيديو للنهاية لحتى تعرف شو عم بيصير لا تحاول تقدم الفيديو لحتى ما تروح لك شغلات كتير مهمة لك كونك انت عم تتعلم تدريج ومبتدئ ننظف محل الشعر منيح تقريبا مثل ما قلنا لكم اصبع طبعا شفتوا تحت نحنا نظفنا الشعر شلنا الشعر رجعنا فتحنا خط ثاني طبعا احنا بعد ما فتحنا خط بمكينة دينجلينج نحن الى رح نرجع الى مكينة واحد التحديد و رح نكسر هذا الحرف الي ضل هون ما بين مكينة دينجلينج و مكينة واحد التحديد الي اشتغلنا فيه هون رح نشتغل بس عراس الحرف نحاول ندموتش هذا الحرف بهذا الشكل قبل ما نطلع الى فوق بهذا الشكل هيك نحاول نشتغل رأس الحرف كيف نكسر رأس الحرف انا في هذه الحالة اعطيت عملية تقريبا تدريج ما بين الرقم الصفر والنصف الي هو هون وهلا بعد ما كسرت هذا الحرف رح ارجع كمان ما بين مكينة دينجلينج رح حاول رجع الراس الى الخلف اخر شي وبحاول افتح كمان طبقة هون بهذا الشكل نصف دائري كمان من خلف و كمان تقريبا نصف اصبع هون من الاصبع لنصف اصبع حسب انت شلون تشوف المسافة تقديريا يعني بعينك انت قد بدك تعمله عالي مثلا التدريج وهلا بعد ما فتحنا هذا الخط رح نجيب رقم 6 مليمتر الي هو هذا رح نحاول نحطه و نرجع مشط المكينة هلا نحنا طلعنا بالطلوح هلا رح تصير عملية نزول يعني من الاعلى الى الاسفل رح نحاول نرجع المشط و رح نشتغل على طبقتين طبقة يكون المشط الى الخلف و طبقة يكون المشط الى الامام هيك هلا رح نشتغل هيك موسيقى 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 و هلا رح نجيب 4 مليمتر الي هو هذا طبعا احنا نشتغل بالرقم 6 و فتحنا هذا الخط و رح نكسر اخر حرف بعدين شايفين هذا الحرف رح نكسر اخر شي هلا رح نستعمل رقم 4 كمان نرجع المشط للخلف و نشتغل كمان نحاول لا نطلع كتير لفوق كل ما يصيروا ارقام مشوط اصغر كل ما بدك تحاول تنزل لتحت هلا رح نقدم المشط الى الامام طبعا نوعية الشعر طبعا زبون عنده الشعر هون بيوقف هيك رح نحاول ندمجها بعضين بالمشط والماكينة بعد ما نخلص تدريج نحنا عنا جهة هاي الثاني احلى من هاي الجهة بس نحنا قررنا نشتغرع بجهة هاي لانه هي صعبة لانه انا بهمني الصعوبة انتو تشوفوها قدامكم سهلة مشان هيك انا عم نشتغل على جهة هاي لحتى تعرفوا كيف تخلصوا حالكم في حالة جاكم شعر بيوقف لحتى تعرف كيف تتصرفوا معو هلا رح نحط رقم ثلاثة مليمتر اللي هو هذا كمان نرجع المشط الى الخلف ونشتغل على هذا الخط طبعا دول المشط لمكينة موسير دينج لينج ما بيجوا معها هاي المشط بدك تحاول تاخد مشط مكينة موسير الالمانية هلا رح نقدم المشط لقدام كمان عن نفس الحرف هذا ما بدي عجل كتير بالفيديو لحتى تستفيدوا لانه في كتيرها ميطلبوا لازم نستعجل بالفيديوهات تكون قصيرة طبعا الفيديو ازا بيكون قصير كتير ما رح تستفيدوا لانه ما رح تاخدوا اسرار المهنة اللي انت عم تدور عليها فمشان هيك ازا شوي الفيديو طويل لازم تعرف هذا هو لصالحك وازا الفيديو قصير ما رح تستفيد ولا شي لانه بيكون بس اخدين لقطات صغيرة واسرار المهنة انت ما اخدتها لسا نحن بالرقم ثلاثة عم نشتغل شايفين حبي نورجيكم من ورا الراس كيف عم يطلع شايفين كيف عطينا دمجة هون رح نواجه اخر خط اللي هو هذا وهذا اخر شي يعني بيضل عندي خطين هلا رح ادمج انا هذا الفوقاني من هون بالرقم واحد واخر شي بنزل على هذا شوفوا كيف معنا هلا انا رح اعطيكم رح اشتغل من ورا لحتى يبين معكم كل شي رقم واحد اللي هو هذا شايفينه بيجي مع ماكين دموسير رح حاول اول شي رجع المشط الى الخلف هيك رح بلج من هون رح ادمج هون بعد رح ادمج على الطوارف لحتى تشوفوا جوان بيصير شوفوا معي شوفوا معي كيف هلا رح اجي تقريبا عن نص عن نفس المشط انا بالرقم واحد عم بيشتغل عم ركز على هذا الخط اللي هون ما قبل الاخير نحن حاول نقرب الكاميرا شوي لحتى تشوفوا شوان بيصير هاي نكون قربنا الكاميرا لحتى تشوفوا شوان بيصير بحاول شد ايدي منيح لحتى نبرف منيح طبعا هو لازم انا كنت اشتغل من الاطراف بعدين بوصل هون ما في مشكلة انا عم بعطيكم الطريقة فقط فيك تبلش انت من وين ما بدك اكيد رح مرجيكم اطراف كمان كيف رح نشتغل عليها هلا رح حاول فك هذا المشط رح اشتغل بدون مشط رح حاول رجع المشط بماكينة الخلف هيك ورح بلش من هون حاول هيك فقط اضرب على راس هذا الحلف لحتى يضيع معي في حال ازي طلع معي خط شوي فوق فين يرجع رقم واحد وادمجوا كمان ما في مشكلة انت مانك متقيد دايما انه لازم يكون هيك خلص ازي طلع خط ما فيك ترجع المشط هداك لا فيك ترجع اكيد في هذا الشكل هلا شكرا شايفين معي متل ما قلت لكم بعد ما اشتغلنا هون رح يطلع خط خفيف فوق هذا هو رح ارجع الرقم واحد انا بحاول احط على النص وحاول المشطة الحرف يعني ما تخليه خلص انا اشتغلت مالي علاطة لا بدك تحاول ترجع هايك على الخفيف لحتى هيسيب تدريج معك مية بالمية نقدم شوي لقدم نرجع شوي هون لحتى نجمج بشكل صحيح مالا شايفين معي كيف هذا شكل اكون خفية الخط على الطرف الثاني فيه شوي كمان خفيف هون نحاول ندمجه وهيك نكون انا دمجت هذا الحرب اللي هون هلا راح نشيل المشط راح نشتغل هلا عن نص راح نحط المشط طبع ونحاول نكسر هذا الحرف طبعا لسا عنا هون جهات مانا مدموجة راح ندمجه يمكن يبين معكم شوي هون انو فيه خط نحن عم نشتغل بس على الطبقة هاي هلا نحط هذا على النص ونحاول نكسر هذا الحرف بهذا الشكل ما نطلع كتير لفوق هلا نقدمه ما قبل يعني قبل ما تقدمه اخر شي شوي تنزل لتحت بعدين راح نشتغل اخر شي نحن نقدم المشط لقدامه نازل شوي لورا هيك وتحاول تركز عن مقطة هاي بهذا الشكل هلا نقدمه على الاخير كمان نتركز على الحرف هذا عرفوا ليش نحن هلا اشتغلنا ليش فتحنا اول خط هون لحتى يلتقي هذا القياس بهذا القياس اللي هون لحتى ما يتكون معك خط بتكون انت درجت بسلام هون وما عندك اي خطوط لحتى تلتقي بنفس القياس اللي فتحت اول اصبع من هون بتصير عملية ازالة الخط بسهولة ودمجه هاي فجب نشوف شعبات صغيرة اللي محاول نجمجها عشان ما ابدال معنمت الخط لانه بدن نضرب عملية صفر بماكينة ما تحت الصفر مكينة الجلد راح ياطي جمالية اكتر هلا راح نشتغل على الاطراف هلا من هون كمان متل ما قلنا لكم نفس العملية اللي اشتغلنا فيها هون اخر شي اشتغلنا بالرقم ثلاثة هلا راح نرجع رقم واحد وكمان نفس الشي ما في داعي اشرح راح اشتغل اول شي برنجع المشط لورا بعدين قدموا على النص بعدين على الاخير وبعدين بشيل المشط وبشتغل بدون مشط بهذا الشكل راح نحاول نسرع شوية الفيديو لحتى تشوفوا لانه نحن اشتغلنا الطريقة هون شوفوا معي كيف هلا النص هلا الاخير هلا راح فك المشط واشتغل بدون مشط بهذا الشكل برجع المشط للخلف هايك حاول نركز هذا الخط وبعدين راح اكسر اخر حرف اللي هون موسيقى بهذا الشكل موسيقى 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 هلا عن نص متل ما قلتان ازا طلع خط هون فيكم ترجع على رقم واحد وتكسروه ما في مشكله متل ما اشتغلنا من ورا نفس العملية بالضبط تركز على النقطة هاي هون مثل ما قلنا لكم هون الشعر بيوقف ما رح نخلي الشعر يلبكنا رح نحاول ندمجه بأي طريقة يكون حتى يكون صحيح هدا الشكل هيك هلا رح نرجع نقدم المشطة الاخير ونحاول نكسر هدا الحرف اليون هيك وهيك بنكون نحنا الجهة الثانية كمان كسرنا اخر حرف الي هو هون هاكين معنا كيف هلا آخر شي رح نعطي عملية دماء تحت الصفر هون لحتى تطبق تدريج بشكل صحيح بهذا الشكل هيك هلا ايك نحنا بعد ما خلصت تدريج هون رح نحاول نعطي عملية دماء تحت الصفر هون لحتى يطلع تدريج احلى بهذا الشكل بمكين دواهل طبعا اليوم انا نحاول اعطيكم تدريج من الخلف لانو دائما نحن نعطيكم تدريج من الجوانب قد ما بننظف قد ما يتطبق تدريج معاك بشكل صحيح وهيك نحنا بنكون اخذنا نتيجة حلوة من ورا لحتى ما نشتغل من اطراف لحتى ما نشتغل من اطراف عم نرجيكم كيف عم نشتغل من ورا لحتى ناخد نتيجة كمان حلوة من ورا كمان من الجهة الثانية نفس الشيح حاول ننظف نيح مجد غير من مجد غير من مجد غير اكتش مجد غير من اذا ما نشتغل بهاي الطريقة سيطلع معكم تدريج بهذا الشكل شايفين معي هلا نحنا درجنا شعر هون عطينا عملية ما تحت الصفر هون هلا لحنتجي منتما قلنا لكم هون شعر الزبون بيحب يكون في شعر هون وشعر نوعية الشعرة بتوقف نحنا رح نحاول شي بسيط بالمشط والماكينة نحاول ندموتش هون لحتى ما يضل مثل الخط عنا بهذا الشكل هيك شايفين معي اشتغلنا بمكينة صينية مكينة دينجلين ها هي وهيك نحنا بنكون خلصنا التدريج بمكينة دينجلينج الصينية واخدنا هاي النتيجة شايفين معي كيف ولهون بتكون حلقتنا خلصت لليوم ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الشرح بنشوفكم بالفيديوهات اللي جاي تحياتي لكم اخوكم جورج تومة من السويد شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم